هل فعلا بيرسي تاو عنده عرض في جنوب أفريقيا؟ في الحقيقة يعني هو بيرسي تاو دلوقتي مصير للجدل في جنوب أفريقيا وربما الحديث رقم واحد في جنوب أفريقيا هو عن بيرسي تاو بسبب شقينا كريم أول شق أن الكل مترقب مصير بيرسي تاو مع النادي الأهلي وبالمناسبة هو مازال حتى وإن كان بيمر بفترات مش مستقرة مع النادي الأهلي على الصعيد الفني لكن بيرسي تاو يبقى أنه هو عملة ذهبية أو سلعة رائجة في كل القرى الأفريقية كل الصحافة وكل الجماهير في جنوب أفريقيا مترقبة النادي الأهلي هيحسم إزاي مستقبل بيرسي تاو سواء أنه مكمل رحلته النجاحة والنجاحة جدا مع النادي الأهلي أو هيكون فيه فصل جديد في قصته مع السحرة المستديرة ليه بنقول أن بيرسي تاو مصير للجدل دلوقتي في جنوب أفريقيا بسبب نادي كايزر تشيفز نادي كايزر تشيفز بقى لنا مثلا أسبوع أو عشر تيام إحنا شايفين حالة من الغلايان عنده جمهور كايزر تشيفز وبالمناسبة كريم جمهور كايزر تشيفز هو يعتبر الشعبية رقم واحد في جنوب أفريقيا ربما تتجاوز بكتير بكتير جدا شعبية سانداونز والمنافسة بينهم كبيرة جدا فيما يخص الشعبية اللي هي محسومة بشكل كبير لكايزر تشيفز جمهور كايزر تشيفز عامل حالة جميلة جدا يا كريم على السوشال ميديا وفيه التفاعل مع البرامج سواء على التلفزيون أو على الإزعاد في جنوب أفريقيا بسبب بيرسي تاو قد إيه الجمهور بيوجه رسائل للإدارة أنه هو يجب أنه تبدأوا تكسروا كل الحدود المالية وتجهزوا بيه فلوس وفلوس خيالية تحسبا لي بيرسي تاو بل أن الجمهور مضى بشكل كبير جدا لا أنه أنه مفروض في الوقت الحالي مش بتكسروا الخزان بس لأنتم بتتحركوا خطوة ناحية النادي الأهلي خطوة مفيش نادي في جنوب أفريقيا يجرؤ أنه هو يعملها في الوقت الحالي أنه هو يبدأ يبعث عرض للنادي الأهلي ياخد لعيب من عنده وهو مش مجرد أي لعيب ده هو نجم الفرقة خاصة أن الأندية في جنوب أفريقيا عارفين أن الأندية المصرية هي قاطبة أو مستجزبة للنجوم مش طريدة لهم للدوري في جنوب أفريقيا وبالتالي بيرسي تاو ينتظروا ربما عرض مغرم من كازر تشيفز والنادي الأهلي طبعا ينتظروا هذا العرض بناء على ضغط جماهير هناك ده ضغط الجمهوري طيب المعلومة بتاعتنا بقى في الرقم عشرة كازر تشيفز كأدارة بتفكر في إيه لا الحقيقة أو المعلومة اللي جات لنا أن كازر تشيفز بصراحة مش بيفكر في بيرسي تاو مش عشان هو لعيب مش كويس لكن إدارة النادي شايفة أن الوقت الحالي الخزائن يجب أن تفتح لمدير فني مش للاعب هم عندهم اتصالات بي عدد من المديرين الفنيين لسه ما تمش الكشف عن الكل لكن يبقى بيتس موسيماني هو المرشح ربما يكون الأبرز أنه هو يرجع تاني لجنوب أفريقيا يعني موسيماني ممكن لوحكازر تشيفز؟ ممكن خاصة حالف بيرسي تاو دي بقى حاجة تانية بس نية الإدارة دلوقتي أنه هما مش بيفكروا في بيرسي تاو مش عشان الناحية المادية لأ عشان الناحية الفنية دي من نقطة ومن نقطة تانية أن تركزهم في الوقت الحالي على مدير فني يبقى اسم كبير عندهم أمل أن هما يكونوا موجودين على منصات التتويج في بطولات الأندية اشتركوا في القناة